هل يجمع روحوا المثال لرقم 2 إذا نجمع روحوا سؤال لرقم 2 أنشئ متمن أشغال رقم 4 المعالجة والإخلاء من وجهة نظر جزء التحكم وفق دفتار شرط في هذه الحالة يجمع ركزوا طلب مننا متمن من وجهة نظر جزء التحكم معانتها ركزوا على المنفذات المتصدر معانتها في الجدوى الاختياط ركزوا على بارتي لخاص من المنفذات المتصدر هي الأفعال من بعد أجمع كيف ننشئوا متمن أشغال رقم 4 نقرأ دفتار شرط مليح ونفهمه مليح ونقسمه ثاني حاجة لازم لي مناولة هيكلية ونحوص على الأشغال هذه ثالث حاجة لازم لي جدوى الاختيار جدوى الاختيار الجماعة في المنفذات المتصدرة هي الأفعال والملتقطات هي القابليات إذن جماعة كيف نستخدم هذا وربعة ركزوا معايا مليح قبل ما نبدأ في المتمن أجمع كان ثاني واحد الملاحظة ديما يطلب منك شغلة مثلا تلاثة تشوف لي قبلها تشوف المناولة هيكلية تبدلت ولما تبدلتش الصورة انتهى قادم تقلوه نحويش تغيره على هذه ركزوا معايا مليح إذن جماعة هذا هو التركيب عاوت خدمتكم طريقة احترافية من يحبين تحركوه ونشوفه شح يصر قبل ما تصل لأشغالة ربعة أنا وش طلب مني أشغالة ربعة حاب نشوف الأشغالة ثلاثة وش يصر إذن هو أعطى لي متمنتع أشغالة ثلاثة شوفوا معايا مليح ونشوفوا ما يصر في أشغالة ثلاثة بها نقدر نرصم أشغالة أربعة كي نجمع مباشرة يبدأ يصم قاد يلقى إشكالية قاد يلقى رافعة داخلة وبعد يقول لك دخول ساقة رافعة تقول كيف ندخل ساقة رافعة هي داخلة وهو مقراش الأشغالة اللي يقبل الأشغالة أربعة ركزوا معايا مليح أشغالة ثلاثة إذن كنت تنشط أشغالة ثلاثة تمدنيدة تنشط اكس ثلاثين واكس ثلاثة واكس ميار أربعة اكس ميار أبع كوندون عشتين وش هيا سراء ركزوا معايا مليح كتعد مرحلة ثلاثين ناشطة وشحط هذا محقق تنشط مرحلة وش هي واحد وثلاثين شو من مرحلة واحد وثلاثين أجمع وش هي والفعل تحديد بي زيت وش معنتها دي بي زيت شو مش تدير دي بي زيت ركزوا معايا مليح وش داتها رافعة بي دخلت قطع المادنية اللي جيين على شكل مصفو دخلتهم داخل آآ مكان الرش أو المعالجة. من بعدها شكون يبيني باللي رافعة راها خرجت اللي هو ملتقط بي واحد معنات هنا انتهاء العمل رافعة شكون يبينها ملتقط نهاية المشور على هذي يجمع كي يعطي لك روافع ديمشي وفي الملتقطات بي زيرو ش بي لي دخول ساقة رافعة وبي واحد شو يبيني خروز ساقة رافعة نهاية خروز ساقة رافعة. إذن بما أنه بي يساوي واحد جماعة وش عاي سرى واحد وثلاثين مناشطة وتخمل واحد وثلاثين وش فيها ديمشي ناقص معانتها تغذية العكسية رافعة به رجع الساقة رافعة دي بي ناقص معانتها الدخول ساق رافع إذا وش هي يصار شوفوا مع امليه شوفوا معي عودة تراجعة الساقة رافعة الحالة الابتدائية وخلات القطع على شكل مصفو دخل مكان المعالج من بعدها شكون يبيني باللي رافعة راجعة الحالة الابتدائية اللي هو ملتقط بي زيرو اذن بما أنه مرحلة ثلاثين وثلاثين ناشطة وبي الصفة محاققAR نستطع وامرحلة بنثلاثة وثلاثة تمثل مرة الرحلة ثلاثة وثلاثة وثلاثة يوجد للجواب بأنتاج عادي خاء ی Mickeyر قال آتوا الجواب يجلب سلاثون يجب علينا جدوى الاختيار في الجدوى الاختيار هنا هذه المنافذات وهذه المنافذات المتصدرة وهذه المنافذات المتصدرة وهذا هم الملتقطة إذا هنا المنافذات لا يهموناش لكن كلها طلب مننا من وجهتنا هذا جزء التحكم وماذا نحتاجه؟ إذا نجمع هذا الجزء وما نسميه؟ نسميه الأفعال ما عندها في المتمنتك هم الأفعال K-A4 D-Z M-D-D-C-Z-D-C-C-C-D-C-C من لك가 أنتدي نقبتها وهنا وهنا يملك القابلية tea solo或者 D1 هي الملتقطات نهاية المشوار K-D C-01 هي الملتقطة نهاية المشوار K-C هoku اتمنته نحل دفتر شرع كيف تبدأ المعالجة بخروز ساقة K-C ثم معناتها في المرحلة الز vilأ خ dips Ton وهذا هنا مجب شعر تقرية هنا uge شوف معي منيه? شكوون يقوم بعملية المعالجة بخلوز ساق رافع سي ولا ساق رافع سي هذي هي. كنغرد يدي سي زيد اجماعها شوفوا شهي سراق. شوف معي منيه? خلوز ساق رافع سي الى غاية الضغط على سي واحد. متى تتوقف رافع سي حتى تضغط على سي واحد. انهار اللي تضغط على سي واحد معنا انتهت المرحلة الاولى وانتهى الفعلة انتهى. بعدها وشلنا بعدها ركزة معي منه. قالكم ثم بعدها معنات هذه المرحلة انتهت راح تجيب مرحلة اخرى متسلسل. في مرحلة اللي بعدها ثم وش كان فيها افعال? رشن مصفوفة القطاع بسائل لمدة زمنية ثلاثة تساوية عشر ثول. اذا فعل الاول هو زمن تأجيل بواسطة مضخة متحكم فيها بمحرك امرض. احنا كده عندي فعل كين فعلين مع بعض. وش هو الفعل الاول هو زمن تأجيل وفعل الثاني محرك امرض. وش معناتها? المحرك هو اوحادي استقرار. وبما ان اوحادي استقرار يديره الكابت يديره مؤجلة. اذا هنا وش رفقه له? رفقه له مؤجلة. معنات هذا المحرك راح يدور لمدة عشر ثلاثة. هاي اجمع عن طبقه هذا الفعل وش وش يسره. اذا هنا محرك ينوض ويبدأ زمن تأجيل يحسب واحد ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. كين تهي زمن تأجيل هنا وش مقدرت ركمل ترشها المصفوفة. هنا وش معكملنا المرحلة رقم ثنين. رحوا لي بعدها يا جماعة وش قال لك بانتهاء عمالة ترش. يعني بعدها هيت زمن تأجيل وش قال لكم يرجع الساقة رفعة سي هذا فعل ويدخل ساقة رفعة دي. كده عندي هنا فعل عندي فعلا. اذا في هذه الحالة انا وحن نطبقوهم هنا ايا. اذا مجل قلت لكم يرجع الساقة رفعة سي ويدخل ساقة رفعة دي. وساقة رفعة سي تدخل. وش معانتها دي سي ناقص كما كنت لاحظوا. ودخل ساقة رفعة دي. اذا الساقة رفعة سي دخلت ورجعت حالة راحة معانتها دي سي ناقص. ورافعة دي دخلت كذلك معانتها دي دي ناقص. كون يبي يلي بلي رفعتين د دخلوا في زوج ملتقة سي صفر والملتقة دي وواحدة جماع هنا ركزهم ركزهم ليه. هنا دي واحد معناتها الدخول ودي صفر خرج هنا عكسكم حاب يشوفكم اسكوا تغلطوا ولا ما تغلطوش على هذي لازم ما تحفظوش. اذا هنا جماعة كملنا المرحلة رقم ثلاثة اللي يرجوع ساق رافعة سي ودخول ساق رافعة دي. من بعد مش قلتكم وتنتهي الدورة بي. مش معناتها اخر مرحلة يعني كان مرحلة لبعدها متسلسلة. هذه المرحلة الاخر وش فيها رجوع ساق رافعة دي. اذا ساق رافعة دي وش هيها داخلة. مش معناتها لازم تخرج. بنخرجوش نغضيه بدي دي زايد. ما ها دي دي زايد وش معناتها خروس ساق رافعة. اذا هنا ركزهم معي منه. هاي خرجت وضغطت على ملتقة دي زير. شكوني بيلي بلي نهاية خروس ساق رافعة دي اللي وون ملتقة دي زير. جماعة هنا اشتكفة فاصلنا الدفتر الشروط. اذا ندركوش هنديرو راحين نخدمون ما تمتع هذا الاشغولة بالتفصيل ان شاء الله. جماعة ما تلقوا حتى اشكالية. اذا هنا نهاية الاخلاء. وهنا يوش نقوله خميلة اشغولة ربعة. بعد ما فهمنا هذا تركيب ارواح ونرسمو ما تمتع الاشغولة. جماعة ركزوا معي منه. اول حاجة اشغولة اللي هي معالجة اللي هي ربعة. رح شوفها في متمن انتج لها تلقها رقم ربعة. رقمتها برقم ربعة. واي اشغولة عندها مرحلة راحة ولا مرحلة توقف. وش يسميها? يسميها ربعة. وفي اليمين يزيد لها الصفر. معناتها مرحلة ابتدائية مرحلة توقف. على هذه يسموها المرحلة ابتدائية ربعين. ويربط لها بمربع مستوش. وهنايا في المرحلة ابتدائية عندها قابلية به كيتحقق هذه القابلية حي تمشي الاشغولة رقم ربعة. اذا نجمع القابلية تمنجيبوه. ما رقم عمله. القابلية الاولى جيها من نداء من اشغولة ربعة من متمن انتج العادي على شكل اشارة. نداء ونكتبوه هنا. وش نكتبو ايكس ربعة. وش معناتها? كيتون شرط اكس ربعة. اكس ربعة يولي يسوي واحد منطقي. استاذ النيداء اكس ربعة يسوي واحد منطقي. هل تشتغل اشغولة? لا. لازم اشتغولات تنتظر اشارة اخرى تأتيها من متمن قيادة وتهيئة. بالضبط مرحلة اذن بتشغيل الالي. جماعة الاذن بتشغيل الالي قادر نشوفوا المتائمين اللي اعطاها لكم مساعدة كما هنا في البكالوري اراطى لي متمن اشغولا واحد اشغولة واحد واحد فيها وما بين قوصة اش Performanceitti 104 زيgestve 105 هي الي اذن بتشغيل الالي معنة الان نظام هنا هنا في حالة العمل. اذا ننش diu اكس برغعة في ما بين قوصة X 104 زيgestve. وفي هذه الحالة لو كان ماتحبش تتعب ويعطى لكم الأشغولة مساعدة. تخيلو لكم هذه الاشغولة مساعدة اعطاهاك ن行 كنقاط. بهذه الحالة. وهل نالجأ مات مان قيادة. كما كما تلاحظون هنا يذن تشغيل الالي قد هذه رقم تاعها مئة وربعة. ومئة وخمسة ليس مكتوب فيها طلب توقف نهاية الدورة. مع انها نظام وكتا يتوقف. حتى نتحقق الشرط اكس خمسة وربعين. مع انها مئة واربعة نظام يناه يمشي. ومئة وخمسة النظام طلبتم له التوقف ما زال يمشي. على هذا هو شو نقل لهеля. نظام في حالة تشغيل عندما تكون إكس ماو أربعة مناشطة. أو öyleخمسة مناشطة مع انها نظام مازال في حالة حركة. عند الشي sho example اكس مية وربعة زايد اكس مية وخمسة. اذا هنا كي تلقى طلب توقف نهاية الدورة ديما اكس مية وخمسة تدخل. تقول اكس مية وربعة زايد اكس مية وخمسة. اذا ما شو نقوله? اذا بتشغيل اله هو اكس مية وربعة زايد اكس مية وخمسة. هاي جمعنا نبدأ ونحوله دفتر الشروط الى المتمن. اذا المتمن واشي هو? هو مجموعة من مراحل كل مرحلة عندها افعلتها. صحيح. المتمن انت اشغل عنده نداء وكي نكملوا اخر مرحلة نمدوا الجواب ونقولوا باللي اشغلها راهي انتهت. هاي جمعنا نبدأه في الدفتر الشروط. اول فعل كما درسنا قبل. تبدأ المعالجة بخلوش ساقة رافعة سي. قبل ما نصمه مرحلة واحدة وربعين لازم نروح نشوفوش كون يتحكم في خلوش ساقة رافعة. كما كنت لاحظوا هنا يا جمع رافعة سي وشية ثنائية الاستقرار. دي سي زايد يخرجها. لو كان تقطع عليها التغذية هذه ما ترجعش. بترجعها لحالة ابتدائية لازم تغذيها دي سي ناقص. هنا جمع ركزهم له. لو كان جاء ترافع واحد استقرار كيتغذيها تخلوش ساقة تحها. لو كان تقطع عليها تغذية ترجع تلقائيا بسبب نابض الارسع. اذا جمع اش كون يتحكم في خلوش ساقة رافعة. اليو دي سي زايد. اذا نصمه مرحلة اكس واحدة وربعين. وهنا وش نكتبو نكتبو دي سي زايد فقط. بس كولها في الدفتر شرور قلنا تبدأ المعالجة بخلوش ساقة رافعة سي فقط. من بعدها جمعا نكملو. بنا عرف القابلية تحها هذه. اذا نرافع دي سي زايد. وش يبهها? هتخرج. كون يبقى لي بالليد نهاية خروج تحت. ركزهم عاملها في الرسم هذا متحرك. اذا كن غضي مرحلة واحدة وربعين. تنشر دي سي زايد. شو شيصة خروج. ركزهم عامله. خروج ساقة رافعة سي. دي سي زايد. الى غاية الضغط على سي واحد. اذا هنا القابلية وش هي سي واحد. جمعة دي سي زايد. وش معنتها? دي هذي الفعل. دي وش معنتها دي ستريبتور معنتها موزع اختصارا للموزع. سي اللي هي فيرا والله رافعة سي ماجسكيل. وزيد وش معنتها خروج ساقة رافعة. ناقص ما معنتها الدخول. وسي واحد هذا وش هو في القابلية هو الملتقتبي لنهاية الخروج. وهنا يكملت الجزء الاول في دفتر شورت. رحوا المرحلة اثنين ورابعين شوفوا الشي هي الافعال موجودة فيها. هاي اجمعنا عبدو نرجعوا دفتر شورت. دفتر شورت وش قالك ثم معنتها مرحلة بعدية اثنين ورابعين. وش في هذه المرحلة بعدية? رشل مصفوفة القطعة بسائل لمدة عشر ثواني فعل الاول بواسطة المذخة. اذا قبل ما نكتبوا الافعال عندي ازج افعال اروحوا منفذات المتصدرة على هذه. ش كون يقوم بعملية اليوم المذخة? المذخة ش كون يتحكم فيها? اما ربعة. والاما ربعة وش هو المنفذة المتصدرة تاعه? اما ربعة. احنا الفعل ان يكتبوه اما ربعة باسكو وقالنا متمن وجهة النظر جزء التحكم. ولا زمن تأجيل وش تنبط الاجمع سماه لي تي ثلاثة. اذا كام ربعة هو اللي يشغل مذخة. اذا والزمن تأجيل سماه لي تي ثلاثة. اذا هنا قد عندي فعل اجمع عندي فعلين. الفعل الاول هو كام ربعة اللي يتحكم في محارك اام ربعة اللي هي مذخة. والفعل الثاني جمعة اللي هو زمن تأجيل تي ثلاثة. اذا في الافعال تي ثلاثة نكتبوها ماجسكي. وشاط نهاية التأجيل نكتبوه حرف صغير. تي منسكي. من بعدها جمعة لازم نحوص على هذه القابلية. بها نحوص على هذه القابلية هي نجستوها بالحركة. اذا شوفوا معايا منه. يبدأ زمن تأجيل. واحد. اثنين. ويبدأ يحسب. وكما تلاحظوا هنا المذخرة يترش في القطاع المعدني. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. تسعة. عشرة. وهنا انتهاء عملية ارش. اذا وش هي القابلية تعني مرحلة مرحلة ثلاثة هي نهاية زمن التأجيل. اذا وش نكتبو. نكتبو تي ثلاثة اسمها سلاش. لمن زمن تأجيل. المرحلة ثلاثة. نكتبو ثلاثة. كم هو زمن تأجيل? عشرة ثواني. اذا كيتحقق هذا الشرطة جماعة وش هي حيصرة? المحرك كامة ربعة راح يتوقف. معانتها في ثلاثة واربعين ما نكتبوش كامة ربعة. اللوكال ما نكتبوش معانتها اني قطعت عليه التغذية وفي هذه الحالة مضخاتها تتوقف. ذلك جماعة رحنا بحثوا على المرحلة البعدية. المرحلة البعدية ليها اكس ثلاثة واربعين. وش لازم نجيب دفتر شورة نكمل وخدمة تعنا. فالدفتر شورة تقالكم بانتهاء عملية الرشة. يعني بعد نهاية زمن تأجيل الرشة. يرجع ساقة رفعة C ويدخل ساقة رفعة D لخلاء المصفة قطعة المعالج. ما نجيبه? نجيبه جدوى الاختيار المنفذات المتصدرة. ما كون يتحكم في رفعة C? ما كون يرجعها? يرجعها DC ناقص. وما كون يدخل ساقة رفعة D? ما كون يدخلها? DD ناقص. اذا هنا قد عندي فعل. اذا هنا قد عندي فعل عندي فعلان. دي سي ناقص. وعن دي 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 ناقص. يرجعوا رفعة ثانية مع بعض. اذا هنا نرسم الفعل او دي سي ناقص. ونزيد ونرفعه الفعل الثاني. اللي هو دي دي ناقص. دي ستركتور. في را دي موا. من بعدها يا جماعة وش نديرو? نحوصوا على القابلية. اذا بنا عارف القابلية وش مع انتها. وش كون يبيه اللي رفعة دي سي دخلت? وش كل ملتقط اللي بيه اللي رفعة دي دي ناقص? هيا جمعها نجيبه لكم بالحركة. ركزوا مع عمله. تغذي وثلاثة واربعين شوفوه يرجعوا مع بعض. هذي رفعة شكون بيه اللي بيه اللي بيه رجعت حالة ابتدائية. سي صفر. وهذه شكون بيه اللي بيه رجعت حالة ابتدائية دي واحد. على هذي ما تسألوه. ما تديروش دي زيرو. اللي اذا هي دي واحد. اذا قابل هنا ما شو نكتبوه? سي صفر ودي واحد. وهنا يكملت مرحلة تلاثة واربعين. من بعدها روحوا لي بعدها. هنا لإخلاء المصفوفات. يجي شخص يخليهم مع كاش نظام تحهم على هذي حركتهم بهذا الشكل. هيا روح لي بعدها مرحلة ربعة ربعين. وشيح يكون فيها الأفعال. روحوا نزيد ونقرأوا دفتر الشرط. بعد وشيقال لك? بعد ما كملنا عمل دي سي ناقص ودي دي ناقص. وشيقال لك? وتنتهي الدورة وذلك برجوع ساقة رفعة دي فقط. إذن هنا روحوا. روحوا جدول الاختيار. شوفوا المنافذات المتصدر. رجوع وش معنتها? خروج ساقة رفعة. وش قال لك? دخلت. بعدها رجوع وش معنتها? خروج ساقة رفعة دي دي. إذن وش يكون يتحكم فيها? يتحكم فيها دي ستريبتور دي بلوس. إذن هنا وش نكتبوه في 44 دي دي زايد. ومن بعد وين نبحثوه 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 على القابلية. إذن هيا جمعنا نحرك لكم نظام. شوفوا هذه الرافعة دي. وش يصالها? تعاود تخلص ساقة رفعة تاحا. حتى تضغط دي زيرو. دي زيرو. وش يبي لك? نهاية خروج ساقة رفعة دي. إذن قابلة هنا هي دي زيرو. بعد ما كملنا جمعة لنفطر الشروط. وش يقول لك? متما انت المتمنت على الأشغلة دي ما لازم ينتهي بمرحلة الانتظار. هي مرحلة فارغ. بما أنه هذه مرحلة 44 اللي بعد وش هي راح تجي مرحلة وش هي. اللي هي مرحلة 45. عليها ديروا هذي مرحلة الانتظار يا جماعة بهتبين لهم باللي لأشغولها رقم 4 راي خلاصة. إذن وش نقول لهم مرحلة 45 هي مرحلة الانتظار. تمد الجواب المتمن انتاج العادي على شكل إشارة اكس 45. هنا وش نكتبو؟ نكتبو الجواب والله أرد. بعدها جماعة ما نقدروش نروح من 45 مباشرة 40. ما نقدروش نديروا مرحلة بعدها مرحل. في المتمنت لازم مرحلة يجي بعدها قابلية وبعد قابلية بما أنه في مرحلة ابتداءة كتبت اكس ربعة معناتها إذن بتشغيل. ولا نداء من الأشغولة هنا وش نكتبو اكس ربعة بار. ما معناتها غياب إشارة للأشغولة ربعة ممت من انتاج العادي. وفي النهاية هذه يا جماعة نعودو نرجعها الاربعين ونقلبوها دائريا. إذا هنا وش نرجع المخطط بهذا الشكل. نعودو نرجع المرحلة الابتدائية. وآخر حاجة جماعة ما تنسوش السهم تاع الرجل معناتها غراف سات ديمة ترجع بهذا الشكل. ارتونسي وديروه العكس. غراف سات تمشي ديمة مع أشغال قولية ربعين طرح الواحدة ورابعين بعدها تنسوش خمسة ربعين ثلاثة ربعين ثلاثة ربعين ثلاثة ربعين خمسة ربعين كتنصل خمسة ربعين تعاود ترجع المرحلة الابتدائية والنظام يعاود يتوقف. باز يتعاود يمشي لازم يتحقق اكس ربعة ويتحقق اكس مية وخمسة.